تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل 2- تغيير النظام السياسي في إيران صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت مؤخرا عن زيارة اللواء السعودي المتقاعد ورئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية أنور عشقي إلى إسرائيل الترأس وفدا من الأكاديميين ورجال الأعمال للقاء مسؤولين إسرائيليين الصحيفة أشارت إلى أن الزيارة التي جرت الأسبوع الماضي كانت حافلة باللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين إذ التقى عشقي بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد ومنسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة اللواء يو أف مردخاي كما التقى الوبد السعودي مع مجموعة من أعضاء الكنيسة وفقا للصحيفة أنوار عشقي المستشار السابق لبندر بن سلطان سمسار العلاقة بين الاحتلال الصهيوني والسعودية دعا مرارا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأعلن استعداد مملكة آل سعود لفتح سفارة لها لدى الكيان الغاصب للقدس سعود أريبيا ستبدأ لإمباسي في تل أبيب زيارة اللزمة وسائل الإعلام الحكومية وحكومة خادم الحرمين الشريفين أصمت حيالها وكما فعل السابقا حيال زيارات ولقاءات سابقة بمسؤولين إسرائيليين قام بها تورك الفيصل رئيس جهاز المخابرات الأسبق وتأتي الزيارة أيضا في وقت كثر فيه الحديث عن تعاون عسكري بين نظام آل سعود والدولة العبرية في الحرب التي يشنها آل سعود على اليمن هذه الزيارة العلنية تكشف عن طبيعة الدور الخبيث الذي يلعبه آل سعود في المنطقة فما هم إلا دمن تحركهم إسرائيل لتدمير العالمين العربي والإسلامي وعبر التنظيمات الإرهابية التي ولدت وترعرعت في أحضانها